التحقيق في الطلاق مش بيبقى بس فنية ده بيبقى في حاجة تانية اسمها الإدراك وحاجة تالتة اسمها الإملاك يعني ترجمة على طول فأنا كده بقى هطلع الرشدة كلها الفنيات كلها لكن مش الإدراك والإملاك عارف حضرتك فيه واحد ييجي يكون غاضب أو فرحان أو متسربع فييجي يقول كلمة فلساني ويسبقوا الكلمة تانية أيوة فهنا هو مش مالك اللي قاله في ساعات واحد حتى فينا في الطبيعي يكلم ويعكس حاجة مكان حاجة وحتى في الحديث الشريف في الرجل اللي هو تاهت منه دبته فقاله اللهم أنت عبدي وأنا ربك هو مش قصد يعني هنا ما ملكش اللي قاله الإدراك أنه يكون مثلا وصل به الغضب لحالة لا تجعله يدرك السماء من الأرض اليمين من الشمال هو واقف ولا قاعد أو ممكن يكون كان واخد دوة من الأدوية بتقلل من الإدراك أو سكران أو كذا إلى آخره فيبقى أنا لازم أحقق معاه في الإدراك هو أنت داريان أصلا إيه اللي تدعب منك يعني طلاء السكران لا يقع أفهم من كلامك هذا؟ طلاء السكران لا يقع على المفت به أو هو اللي عليه القانون المصري ترجمة نانسي قنقر